في شبوى نفذ عشرات الناشطين وقفة تضامنية بمدينة عتقل المطالبة بإطلاق سرح حاتم العولق المعتقل في سجون عدن منذ عام 2016 وطالب المحتجون خلال الوقفة بالكشف عن مصير العولق ومحاسبة الجهات التي تقف خلف أعمال الاعتقالات المخالفة للقانون ودع المحتجون المجلس الرئاسية والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم وفتح تحقيق في قضية حاتم العولق والضغط من أجل إطلاق سراحه مهددين بتصعيد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة في حال استمرار جهات المسؤولة في تجاهل مطالبهم